اشتركوا في القناة 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 حلقتنا اليوم بهذه الدراسة التي تقول كشف علماء روس أثناء بحثهم عن علاج للشيخوخة عن الأسباب الرئيسية لتطور الأمراض المرتبطة بالتقدم بالعمر ودرسوا علماء من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا احصائيات الوفايات واجروا تحليلا رياضيا وحيويا للمعلومات ووجدوا أن خطر تطور الأمراض غير قابل للارتداد ويزداد مع التقدم بالسن وفق متتالية هندسية فحص الباحثون احصائيات الوفايات الناجمة عن تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر والزهايمر وأمراض الشلل الرعاش البارنكتسون ومن ثم رصدوا عملية ظهور الأمراض الخمسة وحددوا التفاعلات الجزائية والخلوية الجزائية والخلوية التي تشكل دورات مغلقة مفرغة وتبين أن التطور الأساسي لهذه الأبراض يلاحظ على المستوى الجزائي أو الخلوي عندما تفرز التفاعلات المفردة مواد سامة تتنامى مع التقدم بالعمر وتساهم هذه التفاعلات المفرزة للمواد السامة على المستوى الجزائي بتطور الأمراض المذكورة وصولا لمرحلة الانهيار اللاعودة أي بمعنى آخر الحلقة المفرغة ولم تساعد هذه النظرية سابقا في العثور على علاج للأمراض المرتبطة بالعمر لكن العلماء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يأملون في حل المعضلات نظرية الحلقة المفرغة للعثور على علاج الأمراض المرتبطة بالتقدم بالسن شو رأيك دكتورة؟ صح معظم الأمراض المتعلقة بالتقدم في السن مثل الزهايمر، الباركنسونز معظم علاجاتها تكون علاجات يعني مثل ما نقول موضوعية أكثر من علاجات نهاية المرض يعني هم تأخير تطور المرض وإن شاء الله بما أنه عرفوا أن في حلقة مفرقة لينلقى السر لعلاج كل هاي الأمراض لأنها بتساعد ناس وايدة خاصة أن الزهايمر مرات الواحد ما ينتبه الأعراضة بسرعة تعرفين زهايمر؟ أنت أكيد تعرفين دكتورة بس مستمعين هي ممكن ما مرت عليها هذه المعلومة الزهايمر ممكن يصيب الواحد في الأربعين في نهاية الثلاثين؟ يكون في حالات معينة تكون متقدمة حتى لو أنها قريلة بس في حالات معينة تكون متقدمة في حالات تكون شسمة في سن صغيرة ممكن أن يصاب بالزهايمر طيب دكتورة شو أفضل شيء ممكن نحن نسوي على أساس أن نستثمر في شيخوختنا إذا صح التعبير يعني لنا الحين ما لقوا شيء يعني يعني بس نحن نحرك مخنا أكثر ما نقدم مو بالزهايمر بس دكتورة نتكلم بشكل عام بكل شيء نبتدي نتسوي الأشياء اللي يحتاجهم مخنا أن يفكر فيها يعني معظم الأشياء اللي حين نحن بتشوف نسويها أو نتسلى فيها كعدس والف أو شيء بس لا فيه ألعاب معينة مثل السودوكو لاحظها فيها تحتاج أنه مخك يتحرك عشان يحلها نمارس هواياتنا خاصة الأشياء اللي لها علاقة باليد لأنها وايد تطور ترى من تفكيرك وايد تطور بخبرت أنا نزلت في حد الزملاء عندنا في المكتب كان معلق لوحة لوحة في المكتب دكتورة واللوحة عبارة عن إيش؟ دواير شفتي الشي سمونا البوتيلة نفس الشي تشين سوية اللوحة يعني دواير 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 دور ما داير للوحة ومعلقنا في نص المكتب وشذا طال حتى تشين حين هذا مسوي عمرة تعرفين هاي اللوحات ما البيكاسو وما بيكاسو واحد مفاهم منها شي تقول لها الحين يعني حاطر لي هذه اللوحة يعني من حالاتها أصرى أنت حاطنها أول شي اثنين شو تعني هاي اللوحة أنت حاطنها؟ قال يعني رحمة الله عليها الوالدة كانت مصابة الزهايمر وهذا نوع من العلاج فكانت ترسم هاي اللوحات عاد أنا أسبوع كامل أطوف عند المكتب مثل الثم وروعا ما رأي شي أقول له بس لا كان الفكرة من الموضوع أنه أيضا دكتورة هم نوع من أنواع العلاجات يخلونهم يرسمون يخلونهم يطلعون هذه الطاقات اللي موجودة عندهم على أساس أنه يحافظون على أعصابهم يحافظون على الأمور اللي موجودة معاهم بعدها تكون مات مي يلقونها تماما صحيح عموما أرقام التواصل معانا مستمعين 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة برنامج البث المباشر انتهى مع أبو عمر الحين نحن عندنا الساعة الإذاعية الخاصة بصحة وسعادة فالله يخليكم لا تشغلونا الخط على مواضيع البث المباشر خلونا يعني الحلقة للناس اللي يبغون يستفيدون من المواضيع اللي بنت راحها دكتورة قبل ما نطلع فاصل خلينا نتكلم بشكل عام عن أمراض الشيخوخة شو اللي تنصحون أنتو كاديكاترانكم أنتو يعني تبغون الناس حتى في شبابهم دكتورة يستثمرون في صحتهم لأن أذكر مرة حد من الشباب شو قال لي قال لي يا أخي إذا عديت مرحلة الأربعين للخمسين أنت مو مريض ولا فيك أي شي بتكمل شيخوختك زينة ما أدري هالكلام ما بعلمي طبعا ولكن يعني واحد أنا أقول من الشباب أسو من الشواب يعني أولا ما بشارط خلنا نقول لأعساس ما نحبط بعد اللي عندهم أمراض ثاني مثل الضغاط والسكري بداية الواحد شي جميل أن يستثمر فترة شباب لأن إذا كان يستثمر فترة شباب بالانشطة الرياضية أو الحركة أو أشياء ثانية يسويها ترابي يكمل حتى في شيخوخت بنفس الطريقة تشوفهم مهاتنا الله يحفظهم لأن تعودوا على الحركة تعودوا على أشياء معينة يمكننا الحين حتى يداتنا الله يحفظهم يعني تشوفهم لينا الحين ما يقدرون يقعدون يعني يسوون أي شي في حركة ثاني شي بالنسبة حتى أن نقول أمراض شيخوخة ما تقصدنا هم كبار المواطنين الله يحفظها شيخ محمد أطلق عليهم هذا الاسم فبالعكس بعد دورهم مهم وموجود عندنا فيعني شي جميل أن ما نلقي دورهم بالعكس نعتمد عليهم بأشياء كبيرة وبأشياء كثيرة حتى في البيت بتلاحظون أن حتى طلوع هالأمراض بتتأخر أو ما بتطلع بسرعة أو ما بتدهور بسرعة ننتبه لهم بأي شي يديد طلع عندهم في حياتهم يعني ابتدوا ينسون ابتدوا ينعزلون عن الناس هالأشياء من البداية نركز عليها عساس نلحق ما تطور الحالة وتمتيب الزهايمر هي حتى لو ردت على الزهايمر بس على الأقل الواحد ينتبه يشاركهم في أمور حياته يطلعوا ياهم يدخلوا ياهم يقعدوا ياهم فترات طويلة بعد يعبر يعني يمكن فرق في الجيل جيل كبير وجيل يديد جيل صغير فنقتنع بآراءهم حتى لو أن في آراء نحنا يمكن ما نكون مأيدينها أو ما تعيدنا بس بالعكس نعطيها احترام كبير جميل من الأسبوع اللي طائف أنا كنت في أعمان نزيل كانت رحلة هايكينغ أو تسلق جبال طلعنا فيها في الطيارة القروب اللي معايا فيه تقريبا ثنتين عيائز وثنين شوا أنا أطلعهم في الطيارة أجانب طبعا فهذي نحن طالعين يعني كقروب ما نقص تقريبا نقصينا في حدود إذا ما أخبر ظني يعني 35 كيلو هايكينغ تسلق فهنا طالعهم هذي في الطيارة ويا يا جانب قلت وهذي اللي بيعطلون في خاطر يقول حين هذي اللي بيعطلون وما نتعب زيادة في موضوع التسلق وما أدري كذا الله وكيل نحن بدين صاحبت أول واحد في هذا ويمشي يمشي كله نص ساعة وكملت الرحلة كلهم هذي للشواب اللي أنا كتزايغ منهم هما جدام فرق وين تقعد وينه يا الله يا الله يا الله يا الله كمل لأنكت شايل شنطة تقريبا 25 كيلو عظهري هما كانوا خفاف هم متعودوا وإن شاء الله تعودوا الفكرة وين هما كبار في السن ولكن هم يعني رحلة مثل هذه ترى متعبة جدا يعني حتى على الشباب يمكن صغار في السن ما يقدرون يسوونها متعبة جدا وعملية أنت شنت تسلقين تقريبا اليوم الأول 20 كيلو على 1200 فوق سطح البحر زايد أن كلها تسلق يعني ترقين يبل يطلع لكي يبل ثاني فتحتاج مجهود أكبر وخاصة أن الصحابة مجهود خرافي أنا واني ساير هناك بعدها ما يخصه في الصحة لكن واصل هناك واني بسوي تريننج حق عمري عشان أطلع القمم الثانية كنت بصير كلام من جاره أعلى قمم في أفريقي وببتدي يعني هذه السلسلة من الجبال ويايا ثنين قالوا لي هذه الرحلة هذه هم مخلصين كلام من جاره قالوا عشرين مرة ضعف نزيل أصعب من كلام من جاره قد تبشركم الله لا شاء الله المرة يتبشرنا بكلام من جاره بس الجميل في الشخصيات اللي ذكرتها الحين أنه ما حطوا حدود لشي اللي يحبونه لا سايرين وحد منهم استاذ في الجامعة وحد دكتور وحد شسمه حلو ما قالوا كبرنا بالسن أو شيء وعندنا حدود واللي سايرين ويانا الشباب لا الحلو أنه عطوا منطلق من ساعة ثمان الصباح تحركنا وصلنا تقريبا سبع المسا فتخيل يعني قد 11 ساعة هايكينج ما شاء الله فمجهود يعني اللي عيبني أنه أكبار في السن ولكنهم أصغر منه سبحان الله ربنا وراجعين مستمعين ونكمل معاكم فقرات برنامج فابقوا بعنا ولا تذهبوا بعيدا صحة وسعادة مستمعين الأعزاء حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة الفقرة الثانية الحين وياكم ذكركم برغام التواصل 600551414 الرسائل النصية على 4006 إذن نذهب إلى فقراتنا التغذوية دكتورة ما نتكلم اليوم عن الأطعمة المخمرة معانا خصائية التغذية الخط عبير عبدالله صبح شاء الله بالخير عبير صباح الخير هلا كيف حالك يا هلا شو الأطعمة المخمرة وشو تبغين خبرين لأن الفقرة شوية غامضة بالنسبة لي أيو الأطعمة المخمرة هي يعني الأغذية المحفوظة بيحفظوها بطريقة التخمير يعني كيف اللبن بنعمله أو الروب نعمله من الحليب عشان يحفظوه فبيصير فيها نوع من البكتيريا هي بكتيريا مفيدة نافعة بس في الخبز يقولون بعد كذلك في أنواع خبز في أنواع عيش بيعملون مخمر هي بالنهاية لأنه لها نتائج كتير مفيدة للصحة نزي تفضلي مثلا عادة الروب أو أي نوع من أغذية طعم المخمرة بتزيد فيها كمية البكتيريا المفيدة بتتحول النشويات اللي فيها لأحماض وخميرة بتزيد البكتيريا المفيدة هاي البكتيريا المفيدة بتساعد بهضم الأكل نعم اللي عندهم ناس مشاكل بالهضم مشاكل امساك أو شيء هاي كتير بتحسن يعني حركة الكولون بتحسن الهضم بتحسن امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة بالأكل يعني بتصير امتصاص الجسم أحسن بتحارب البكتيريا المدرجة اللي بتكون بالأمعاء طيب في بعض الأطباد عمير يقولون يعني اللبن ولا هذه الأمور ممكن أن تؤثر بشكل سلبي على المعدة لا بالعكس هي فيها البكتيريا المفيدة نحن في عنا أنواع بكتيريا في البكتيريا المضرة اللي هي نحن منحاربها ومناخذ أدوية عشانها وفي شي نوع بكتيريا هاي البكتيريا المفيدة إذن عدمت إن الجسم بالعكس تصير فيها كتير مضار وهي الأطعمة يعني لما تتحول هاي البكتيريا لأحماض هاي الأحماض بتحفظها يعني ما بتخرب مش مضرة للصحة مش معناها إذنية أو شيء إنها مضرة بالعكس بتكون يعني حتى لو الخضار مخمرة بتكون سيف أكتر أو آمنة أكتر من الفرش من الطازة هو في ناس لأنه عندهم تحسس من الحليب أو من السكر اللي موجود هذا شيء تاني اللي عنده تحسس من شيء يعني مبلغ بالنهاية مش لأنه بكتيريا في ناس بتخاف جميل طيب شو بعد الأمور المخمرة الواحد وممكن يأكلها في مثل الأكلات الصينية هيدور التوفو اللي تنعمل من الصورية آه كلها هاي الميزو والتوفو والناتو كلها هاي طعم المخمرة يعني أكلها بالعكس كتير وفيد للصحة في عنا مرات إذا بتعرفوا عنه الكفير ملك أو الحليب الكفير موجود هم يمنوا بالأسواق شو هاي بتعرفين إنتي هو بيشبه اللبن يشبه اللبن شو اسمه كفير كفيرة نحشاي مرات بيكون بس بياخدوها متل بتلاقيها بالصيدليات أو شيء متل دواء أو شيء يعني بيكون مثل بودرة بتحلها وبتشربها بس هي القصة إنه من إذا حدا بدي أخدها وعنده مشاكل بالأمعاء أو عندهم متلازمة الكولون العصبي كتير بيفيدهم بس ما نبلش مرة واحدة إنه ناخد كميات كبيرة منه شوي 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 تقريبا يعني كمية صغيرة بعد ثلاثة أيام أربعة أيام منزيد الكمية شوي لأنه مرة واحدة يعني نصدم الجسم مرات بيصير في إسهال نفخة بداية يعني ما بيكون متعود الجسم على هيك كمية منها عبير نسمع وايد عن البروبيوتكس فهي هاي غنية بالبروبيوتك اللي هي الأطعمة المخمرة قصدتش إيه فيها بروبيوتك عالي ممتاز طيب هو البروبيوتك هي البكتيريا الموجودة يعني ناتش ربنا خلقها موجودة بالأمعاء بتنقص مع الزمن خاصة للناس اللي بياخدوا مضادوها بحيوية كتير لأنها بتقفل البكتيريا بصير في عندهم مشاكل بالهضم مشاكل بالمناعة بيأثر كتير على المناعة فكل ما أخذنا إشياء غنية بالبروبيوتك أو بتساعد على أكتر بروبيوتك بالأمعاء بتحسن الصحة بتحسن المناعة لأنه البروبيوتك كتير بيأثر على المناعة جميل أصلا البارحة بعد كنا نتكلم في هذا الموضوع أن الأبحاث وطرق العلاج الجديدة هي اللي تمضي في عملية تعزيز مناعة الجسم لمقاومة الأمراض أستاذ عبير قبل ما نختم معها شو تبغين تقولي لنا نصيحة للمستمعين أقول نصيحة يعني نرجع دايما على الأكل الأصلي مثل معلبات مثل الأشياء المصنعة دايما هاي هي الأشياء يعني كما نقول أكل أجدادنا جميل شاكرين لك أستاذ عبير عبد الله خصائية التغذية العلاجية كانت تكلمين عن طعم المخمرة لا طعم المخمرة أي أنت تأكلين مخمر أكيد منه في نواياك المخمر الروب منها الخميرة اللي نحطها في يعني كل أنواع الخبز تغريبا أنواع المخللات يا سلام أهم شيء المخللات لا أهم شيء الروب الروب أي ليش بس شوف الروب سبحان الله يعني في ميز يعني حتى يعني ما نقولك مريح للمعدة أو مريح هو جزء منه مريح للجهاز الهضر حد من الناس ترأى ممكن اللي عندهم حساسية يعني ناس معينة صح ما بنصحهم فيه بس ناس معينة لا يعني وكل الأطعام المخمرة وهي وحدة من الحفظ للأطعمة اللي قديمة من مئات السنين موجودة صحيح ومضارها حتى لو نقول إلها مضار بس ما مثل التعليب والأشياء الثانية جميل دكتورة بنطلع على موضوع جميل تحدثنا عنها في السابق ولكن يعني ما نتحدث عنها اليوم لأن المملكة المغربية الشقيقة شهدت مؤخرا أحداث جولات مبادرة وقافلة نبضات اللي استهدفت تخليص الأطفال من معاناتهم مع أمراض القلب من خلال فريق طبي متميز يصول ويجول في بقاع الأرض المختلفة باحثا عن مرضى القلب من الأطفال للتخفيف عنهم وتقديم يد العون لهم ولدويهم وإجراء الجراحات الكبرى والدقيقة اللي ترجع لهم الأمل في الحياة وتجدد حياتهم وتبث فيهم روح التفاؤل أيمن خلني أرحب بالدكتور نسؤلف فيها شوي ونطلع فاصل يعني نحي نتشر لي فاصل حرام عليك يا أخي دكتور عبيد الجاسم معانا في الستوديو رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مسجفة دبي وأيضا رئيس الفريق الطبي لنبضات دكتور أوشيح بدلعا السلامة الله يسلمك أخي محمود نحن منسول في تيما الأربع دقائق معاك دكتور ناخذ بس يعني نبذة عامة عن المبادرة ودور هيئة الصحة والشراكة ما بين مؤسسة محمد بن راشد الخيرية وأيضا الهيئة اللي أثمرت عن مثل هذه الجولات اللي صارت ومتى وصلت ما شاء الله اليوم البارحة أمس الفير أمس الفير يا ديكم العافية طيب دكتور خبرنا عن المبادرة بشكل عام بعدها مناخذ تفاصيلها في المغرب تفضل مشكور أخي محمود صباحا الخير لكم طبعا المبادرة هاي مثل ما ذكرنا سبوع الماضي إنها هي مبادرة خيرية لعلاج قلوب الأطفال انطلقت في دبي عام 2007 هي مبادرة تحت مضلق مؤسس محمد بن راشد العمال الخيرية والإنسانية وهيئة الصحة في دبي مبادرة مشتركة والحمد لله الله وفقنا بقامة أكثر من 37 حملة داخلية وخارجية مؤخرا طبعا كانت الحملة في المملكة المغربية الشقيقة وهي الحملة رقم 11 الخارجية وقصدنا فيها المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة براكش المركز يسمى مركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس أو مستشفى الرازي الاسم القديم ومركز مجهز فيه مكانيات لجراحة القلب في غرف عمليات وقسطرة وفيه فريق لكن عندهم شوي نقص الخبرة والبعدات والمواد الاستهلاكية فطبعا اتفقنا وياهم عساس نحن نزورهم بفريق نبضات فريق نبضات مكون من اعظام من هيئة الصحة دبي وخاصة القسم من جراحة القلب والصدر من مستشفى دبي وشاركنا زملانا من السعودية شكلنا فريق حوالي 20 شخص واتجهنا الى مراكش وكان المستهدف صراحة في بداية الحملة 50 إلى 60 طفل ولما وصلنا زادوا لنا الرقم قالوا لا 75 لكن الحمد لله في نهاية الحملة قدرنا نعالج 90 طفل ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن خلال السبوع في فترة السبوع هذا إنجاز كبير أنا أريد أن أخذ تفاصيله بشكل أكثر نأخذ راحتنا في السوال بعد الفاصل نطلع فاصل بسيط بعدها نرجع نتحدث عن تفاصيل هذه الحملة لأن يعني فاجأتني دكتور ما شاء الله بالأرقام من العدد ما شاء الله الجميلة هذه نطلع فاصل مستمعينا واللي يريد أن يتواصل معنا ويعرف أكثر عن حملة نبضات أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 والرسائل النصية على 4-0-6 فاصلوا رجعين صحة وسعادة مستمعين العزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة نذكركم برقام التواصل 6-0-5-5-1-4-1-4 وعلى الرسائل النصية 4-0-6 قبل الفاصل كان لدينا مبادرة نبضات تكلمينا دكتور عبيد الجاسم الحين مرة ثاني بنرجع لنفس الموضوع له مبادرة نبضات طيب دكتور الرحلة الحمد لله تكللت بالنجاح كان المستهدف من 50 إلى 60 طفل وصلتوا هناك رفعوكم سقف المستهدف إلى 75 رجعتوا هنا دبي بعد ما كملتوا 90 عملية كلها الناجحات الحمد لله الحمد لله طبعاً هاي التسعين العملية من العمليات المعقدة نعم صحيح يعني هم عندهم فريق يقومون بعمليات اللي هي العادية البسيطة لكن طلبوا مننا نحن الحضور هناك لإجراء العمليات المعقدة حالات المعقدة وطلبوا بالذات اسم شخصية أو طبيب متميز جداً في جراحة القلب لدى الأطفال طبيب عالمي دكتور زهير الهليس من سستشو الملك فيصل بالسعودية طبيب معروف عالمياً نعم وطلبوا بالذات بالاسم لأن دكتور زهير واحد من العضاء المميزين في فريق نبضات وفريقة شوفنا مرة معا دكتور خلنا أيب عندنا الستوديو إذا مره دبي هوينا زيارات أحياناً دبي يليت أن تكلم معا أكيد أكيد بيكون شيء ممتاز فطلبوا دكتور زهير بالذات لإجراء عمليات معقدة نسبة النجاح تتراوح عالمياً هي بين تسعين إلى خمس وتسعين في المئة خاصة الحالات المتأخرة عندهم للأسف حالات متأخرة جداً في التشخيص وحالات ينتظرون ينتظرون الأمل ينتظرون حدي ينقذهم ينتظرون حدي يساويون المجراحة الجراحات هاي صعبة جداً دكتور أتعرفين لو عندك بيبي الستوريشن عنده أربعين إلى خمسين في المئة يكون بلو يعني حتى النمو حتى النمو أدري شو هلأشي أنا ما فهم أترا فعندهم طبعاً المرض متقدم فالحمد لله كانت نسبة النجاح عندنا خمس وتسعين في المئة الحمد لله حالات وإذا دخلت في التفاصيل نحن كان عندنا طبعاً فريق لجراحة القلب وفريق للقصطرة العلاجية والتشخيصية وفريق العناية المركزة فريق جراحة القلب أنجز 27 عملية قلب مفتوح وفريق القصطرة العلاجية والتشخيصية أنجزوا 63 عملية قصطرة علاجية وتشخيصية طبعاً عمليات القلب هي اللي تاخذ وقت أكثر بين 4 إلى 5 أحياناً 6 ساعات كان عندنا غرفتين عمليات نشتغل فيها وعمليات القصطرة أسرع فكانوا في اليوم تقريباً ينجزون بين 8 إلى 10 حالات وطبعاً الشغل يكون من الصبح للمساء جميل دكتور يعني في الوفد كان معاكم الأخ سالم باللاحج مدير صندوق الصحة في هيئة الصحبة دبي سافر معاكم هاي السفرة يعني أنا تساءل هنا أوشي عندنا مداخلة من الأخ سالم أوشي صبحك الله بخير سالم الحمدل على السلام بخير والنور هل أخو يا بحود شير حالي بمحمد شو مد أنك أنت المغرب وياهم أنا أريد أن أعرف الحية أنا أتشرف أني أكون عضو من فريق نبضات الحمد لله يعني فريق يعني الحمد لله يعني شكل ما نقول نحن الحين من انطلاق نبضات يمكن دكتور عبيل يدري لينا الحين يمكن كملنا سنوات كثير يعني حضرنا من انطلاق طلينا اليوم النتائج الحمد لله الواحد يعني يفتخر فيها فريق أنا يعني أفتخر أن أستغلت وياهم يمكن أكثر من حملة داخل الدولة وخارج الدولة نفتخر أن عنا فريق متخصص يعني حملاتنا أو الحملات النبضات صارت الحين حملات تخصص عالمية عالمية وتحت مظلة مبادرات الشيخ محمد وراشد يعني العالمي فهذه طبعا الواحد يوم يصير ويانا نبضات يعني حسب حجم عمل الأخوان يعني تخيل أن طبيب يطلع الساعة السبع أو الفريق يطلع الساعة سبع يرجع ممكن ساعة عشر في الليل إن شاء الله فكان تيم يعني ما بعمل روتيني تيم تطوعي محترس من كل الجوانب إداريا وفنيا شكل ما نقوله طبييا جميل الساعة مدام أنت معانا على الخط خلن نستغل هذه المسألة ونتحدث أنت ذكرت أن هناك حملات خارجية وداخلية أيضا صندوق الصحة للعديد من المبادرات الخيرية على مستوى دولة الإمارات بالنسبة لي المرضى المعوزين بالنسبة لي أمراض القلب عند الأطفال تعطينا بس نبدأ سريعة عن الأمور اللي نحن نقدمها في هذا المجال وطبعا يمكن ويا نبضات السنة العام الماضية نستثنى أنها حملة وحدة في الفترة الأخيرة مع داخل مستشفى دبي كان دكتور بيد يعني أشرف على البرنامج كانت في بعض الحالات كانت من داخل الدولة وفي حالات من خارج الدولة طبعا فريق طبي كان فريق نبضات أنا أعتبر العالمي كان موجود من داخل الدولة ومن خارج الدولة ونفذنا عدد من حالات الإنسانية بالنسبة للأطفال يعني فكانت هذه العام ناضي كانت يعني من الحملات التي تنفذت داخل الدولة طبعا الهيئة لها مبادرات في القلب بس مع نبضات أو غير نبضات نحن لدينا مبادرة الزبحة الصدرية أو القسطرة كجزئية نحن نفذها داخل هيئة الصحة جميل السادس سالم باللاحج مدير صندوق الصحة في هيئة صحة في جبي وعضو الوفد الأخير اللي سافر إلى المغرب مع مبادرة النبضات لأطفال العالم نحن شاكرين لك هذه المداخلة وإن شاء الله نتحدث عن المبادرات الخيرية دائما في برنامجنا وما نذكر فيها المستمع شكرا جزيلا الله سلام شكرا دكتور عبيد يعني هذه شهادة من شخص رفاقكم يعني تطلعون ما شاء الله من الساعة 7 ترجعون عشر في الليل أنا أكثر عن 12 ساعة من الساعة 8 لين ساعة 7 وما يسني على الجنغل وبالناس شفتي هذا الفرق ما بين المبادرتين عموما دكتور والله كنت ناوي أسير إياهم ولكن ضغط العمل هو اللي ما أخلاني فأتمنى إن شاء الله المرات ريالية وإن شاء الله تكون معنا في حمل القاعد إن شاء الله تعالى دكتور يعني الواحد اللي يعني عنده مبادرات تطوعية ودائما ما يسعى أنه يرسم البسمة ويعطي للمحتاج تتولد عنده أمور كثيرة أحيانا بعض الناس يقولون يعني أنتوا سايرين وسرتوا عالجتوهم وكذا أنا أعرف أن معظم إذا ما كان كل يعني كل الموجودين في المبادرة هم رايحين يعالجون قلوب هؤلاء الأطفال في عمليات معقدة دكتور وأنتوا أصلا يعني تبغون تشكرونهم على أنهم اختاروكم أنتوا أنتوا تعالجونهم لأن العطاء أسعدون صراحة أسعدون أنهم وافقوا أننا نروح لهم ونعالجهم السعادة لا توصف بالضغط الأثر الإيجابي دكتور من وراء هذه المبادرات طبعا راحة نفسية كبيرة أول شيء إحنا لحمد الله دولة ما قصرت في تعليمنا دولة ما قصرت في تسخير الإمكانيات لحتى نحنا ننجز في عملنا فإحنا لحمد الله لحنا العلم وعنا الخبرة وبعدين توافق الأراء والتعاون في شباب مميزين في الدولة وخارج الدولة وكلهم عندهم نية العمل الخيري وعندهم نية أن يعطون هذا العلم اللي عندهم لأشخاص معوزين سواء كبار أو أطفال لكن فات الأطفال فيها خاصة مميزة فالحمد الله راحة نفسية كبيرة تكون أن نحن نشارك في جزء من سعادتهم ونعمل عملية بسيطة اللي هي طبعا الكمية والوقت طبعا يكون ضغط كبير لكن العملية الوحدة أحيانا ما تكون صعبة وما تكون يعني تاخد وقت كبير تسعد فيها أسرة كاملة موش بس الطفل لأنه تنقض حياته أسرة كاملة أن هذا الطفل يسوي يسوي يعيل أسرته يتعلم يكبر ويعيل أسرته بعدين فالحمد الله راحة نفسية كبيرة وكم تسوى أنه تطلع من غرفة العمليات وتشوف الأم والأب والأم واكفين تريونك وتبشرهم من العملية النجحت ويدعون لك ويدعون لأهلك ويدعون لبلادك ويدعون للشيوخ الله يحفظهم طبعا لأن هذه المبادرة المبادرة أصلا من مبادرات سيدي صاحب بسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نابرس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبير عهد الله صاحب الأياد الخيرة هذا جزء بسيط دكتور من الخير لقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نحن اليوم نتكلم عن عام التسامح عام التسامح هذا اللي نسعى من خلاله حقيقة لتعزيز مفاهيم التسامح بين الناس هي عموما كلها مفاهيم تصب في فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد رحمة الله عليه الآن دكتور يعني أنا لما أتحدث عن عام التسامح أتحدث حقيقة عن مهنة قد تكون من أرقى المهن وهي تجسد مفهوم التسامح لأن أنتم في القسم عندكم دكتور قسم الأطباء ها دكتورة تعالجون بغض النظر عن اللون الدين الجنسية هذا اللي تقول أنا ما تذكر لا ما في فرق في أي شيء تذكرين القسم أحد يتذكر القسم طبعا طويل لكن هذا الجزئية هذه دكتور إذا أحد منكم يذكرها بعد زين وأنا أحاول أطلع مهنة أخلاقية طبعا لازم طبعا تكون تسامح في جزء والمحافظة على محافظة على أسرار المرضى صحيح إنسانية فيها نعم أخلاقية المهنة هي مهمة جدا فالحمد الله حتى لو ما كان في القسم يعني المفروض يكون في قلب كل طبيب خلال شيء يعني سواء تسامح سواء عطاء سواء إنساني ها في قلب كل طبيب صحيح دكتور نتكلم عن الفريق الطبي اللي كانوا معاكم إذا غير دكتور هليس نعم زهير الهليس زهير يوسف طبعا عنا من نهاية الصحة في قسم جراحة القلب والصدر طلع معنا أخصائيين في التخدير من الدكتور يحيى وعندنا أخصائي تروية القلب اللي هو يشغل جهاز القلب بعد ما نحنا ندخل على القلب ونوقف القلب في الدورة الدموية لازم نحافظ عليها عن طريق الجهاز في فنين وفي كادر تخدير وكادر عناية مركزة من تمريض نحنا طلعنا من سجفة دبي حوالي عشرة أشخاص وعشرة أشخاص من السعودية فكان معنا من العنانة المركزة دكتور عبدالله الوادعي من السعودية والقصرت كان دكتور عبدالله القويعي من السعودية طبعا فريق على طول من أول ما وصلنا كانهم طبعا في مصادفة حصلت نحنا عادة محمود نطرش دكتور يشخص أو مثل ما يقول هم جهزين المرضى لكن لازم يطلع عنا دكتور يومين ثلاثة قبل العملية مثل ما يقول يتأكد من تشخيص يسوي تصوير للقلب مرة ثانية للأطفال ونقسم الأطفال للجراحة والقسطرة لكن في آخر سبوع للأسف الدكتور مرض وسووا العملية سبحان الله الدودة الزايدة فاضطرينا نحنا طبعا نطلع بالفريق ومن أول ما وصلنا كان ضغط شوي فكانوا محاضرين حالات كثيرة ما شاء الله أنتم الدكاتر تمرضون يعني مثلنا بشر بشر عضي الكلمة هذا اللي يقول لك باب النجار مخلع دكتور لأنه أنا أقول لك معظم الدكاتر اللي موجودين عندنا في المستشفى وفي كذا لكن من كثر الشغل للعراسم أنا بسألك متى آخر فحص سويته دكتور أنت صدق أنا في حص وما شاكت النتائج من أربع سنوات شاكتك ما عندي وقت هذا باب النجار مخلع تفضل دكتور فوصلنا وكانوا مجهزين للأطفال وفي نهاية الحملة يعني نحن بدينا نكشف على أطفال دكتور القلب اللي يصور الأطفال بدأ يكشف على ثلاثين أربعين طفل في اليوم كان جدول مضغوط وفي نهاية الحملة تمكن من فحص مئتين وعشرين طفل طبعا هالفحص للتصنيف الحالات وكذلك للإرشادات الصحية نرشدهم مع اساس أنه في بعض الحالات ممكن ينتظرون في بعض الحالات ممكن تعطيهم مدوية فهاي من ضمن الحملة قدرنا نكشف على مئتين وعشرين طفل ومن مئتين وعشرين طفل قدرنا يعني نعالج تسعين طفل فالحملة كانت مركزة وضغط عمل لكن الحمد لله توفقنا وطبعا الفريق المحلي برئاسة جراح القلب دكتور إدريسي ساعدنا في تسخير إمكانيات القسم والطاقم هناك عنده لأن بدون الكادر المحلي أحيانا نحن نواجه صعوبات في تنفيذ العمليات هذه فكون تعاون مثمر بين أصلا ثلاث فرق فريق إماراتي فريق سعودي وفريق مغربي والحمد لله كانت النتاج مميزة وهم كانوا يعني يلحون علينا يعني نكمل الحملة فترة أيام زيادة أو نرجع لهم فكان من هداف الحملة ليس بس العلاج للإستدامة للإستدامة وتبادل المعرفي كان في تبادل معرفي دكتور تصوير القلب كان حوالي حوالي يمكن عشرة طباء يتعلمون منه طبعا وفي العمليات نفس الشيء وفي القصرة نفس الشيء دكتور عبيد بعد نجاح الحمد لله رحلة مراكش الرحلة القادمة إن شاء الله أختي يا عاشي في الليستة عنا 14 دولة لسنا 2019 لكن نحن ما نقدر نروح لها 14 دولة هاي من بعض دول اللي طرشت رسائل يطلبون مننا نحن فريقنا بضاء نعم يطلبون مننا نحن نروح نفذ حملات خيرية هناك وبعض الدول نحن متكلمين وياهم مسبقا وعنا لسة من العمل الخيري يبطي إلى المؤسسة أساسا أن نختار منها ففي القائمة في طاجكستان في موريتانيا في أثيوبيا في سنغال دول ثانية أفريقية كثيرة صراحة وغندا بنين مالي في آسيا في الهند مرة ثانية طالبين مننا الحضور فإحنا حطين خمس دول هاي الليستة من ضمنها طاجكستان وموريتانيا ودول ثانية ندرسها لازم نسير لهم زيارة نشوف الموقع ونشوف نيل اسمع صح لأنه فيها ترتيبات وايد سنغال كل يتصلون فيني دكتور ساعة 12 في الليل هاي لك جمعة حلمت بك نحن والد دعوة فيه عموما دكتور نحن يعني حقيقة من هذا المنبر نتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية على هذه الشراكة المثمرة وعلى إيجاد مثل هذه الحملة التي تحمل اسم نبضات لعلاج قلوب أطفال العالم وهي من الحملات التي حقيقة يعني تجسد وتترجم العديد من المعاني الخاصة بمسلمات في دولة الإمارات الحول المتحدة من فكر المغفور له الشيخ زايد إذن يعني نتوجه بالشكر الجزيل لهذه المؤسسة الخيرية على هذه الحملة وهذه الشراكة وأيضا على الكثير من الحملات والكثير من الأمور التي يقدمونها للعالم حقيقة الحمد لله رب العالمين طبعا أنا بدوري توجه للشكر فريق نبضات اللي شاركنا بوقته وعلمه وكذلك أشكر هيئة الصحة على دعمهم الكبير لأفراد نبضات وحملات نبضات ومسلسة محمد براشد العمال الخيرية والإنسانية إزاهم الله خير وفي ميزان حسناتهم شكرا لك دكتور عبيد الجاسم رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مسلسفة راشد وأيضا رئيس الفريق الطبي لمبادرة نبضات اللي كانوا في مملكة المغربية ساهموا في علاج ما شاء الله تسعين طفل تسعين طفل عدد كبير في أسبوع فيعطيكم العافية دكتور وميزان حسناتكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا ميرا لغفلي كانت معنا في التنسيق كل الشكر لمخرجنا أيمن سرحيل شكرا لك دكتور عايشة شكرا محمود ونشوفت إن شاء الله باتر خميس خميس ها مستانسة يمكن تجمني بعد باتر يمكن سبحان الله عوما شكرا لك دكتور ووجود معنا وأكيد أنت إضافة كبيرة لهذا البرنامج هذه تحياتي محجثكم حمود يوسف العلي ونلقاكم إن شاء الله في الغد حتى ذلك وقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي